بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فما زلنا مع كتاب العلم المختصري صحيح الإمام البخاري وأن نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرحل فقال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدق من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن اتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثم هذا الحديث اجتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث قوله رديف الرسول أي راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة قوله لبيك وسعديك هذه الجملة تفيد سرعة الطاعة والإجابة لمن ناده فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا معاذ قال معاذ لبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة وأسعد سعادة بعد سعادة وهذا من أدبه رضي الله عنه قوله صدقا من قلبه أي خالصا من قلبه قوله يتكل أن يعتمد الناس عليها ويتركون العمل قوله فأخبر بها معاذ تأثما يعني تخلصا من إثم كتمان العلم الوجه الثاني هذا الحديث فيه ثائدة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص معاذا بالعلم دون غيره وذلك كراهية أن لا يفهم غير معاذ شيء من معاني هذا الحديث وذلك لتميز معاذ بالفهم وبالفقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك يجوز للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمه الوجه الثالث في هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة بحيث يركب الاثنين على الدابة إذا كانت الدابة تحتمل ذلك الوجه الرابع في الحديث بيان فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنه منجي من النار مع بقية الأعمال الوجه الخامس فيه أن النبي صلى الله وسلم منع معاذ من إخبار الناس وذلك خشية أن يتركوا العمل فيتكلوا على هذه الكلمة في الوجه السادس في هذا الحديث أدب الصحابة رضي الله عنهم ومعاذ أنموذج من النماذج العظيمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بحسن خطابه وإجابته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولده هذا الحديث اجتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام نذكر بعضها الوجه الأول قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق فيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى على القاعدة المشهور المعلومة التي نذكرها دائما وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله إذا احتمل احتلمت أي الاحتلام الذي يوجب الاغتسال قوله فغطت وجهها أي أم سلمة خجرا وحياء وهي تسمع هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام تربت يمينك أصل هذه الكلمة افتقرت والتصقت يدك بالتراب ولا يقصد بها المعنى وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يريدون بها حقيقة الدعاء مثل حلقة ومثل رغم أنفك مثلا تربت يمينك ونحو هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام فبما يشبهها ولدها أي كيف يأتي الولد ولذلك الأولاد إما أن يأتون يشبهون آباءهم أو يشبهون أم هاتم الوجه الثاني في هذا الحديث هذا الحديث فيه عدم جواز ترك العلم حياء وخجلا فأم سليم رضي الله عنها سألت سؤالا محرجا ولكنه يتعلق بمسألة عبادية وطاعة وقرب إلى الله عز وجل ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث وغيره باب الحياء في العلم الوجه الثالث هذا الحديث فيه وجوب السؤال على سؤال المسلم عما يهمه في أمر دينه وعدم سؤاله وبقاءه في الجهل لأمر من الأمور المفروضة يعتبر إثم الوجه الرابع فيه أن الولد يتكوى من الماء الرجلي ومن ماء المرأة ذلك قال جل وعلا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائم فيعود الشبه إما إلى جهة الأب أو إلى جهة الأم الوجه الأخير فيه فضل لنساء الأنصار وقد امتدحتهن عائشة رضي الله عنها حينما قالت نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين ولذلك المسلم يجب عليه أن يتفقه في دين الله وأن لا يخجل عن السؤال وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفردات وعلفاظ الحديث قوله رجلا مذاء كثير المذي ومذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي وهو ماء خفيف يخرج من الرجل عند الملاعبة أو التفكر مثلا فأمرت المقداد المقداد هذا هو المقداد بن عمر ويقال المقداد بن الأسود الكندي وهو من السابقين إلى الإسلام واسمه مقداد بن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء أي يجب الوضوء لمن خرج منه المذي الوجه الثاني في هذا الحديث في هذا الحديث أن من استحي أن يسأل فيجوز له أن يوكل غيره فقد وكل علي المقداد في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءت روايات أخرى تصرح بالسبب وهو أن علي قال لما كان ابنته من يعني فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فخجل علي واستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الوجه الثاني فيه أن خروج المذي يوجب الوضوء للغسل يوجب الوضوء للغسل والوجه الأخير فيه استحباب حسن العشرة والمصاهرة وأن الإنسان ينبغي له أن يحترم من زوجه ابنته وأن لا يجرح مشاعره ولو بالأشياء التي هي من قبيل الشرع ما دام أنه يستطيع أن يقيم وينيب من يستفسر ومن يسأل عنه أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءة القادمة بقية الحديث صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد